بصوا، أنا أكتر وحب يليق على لبس بابا إذا؟ ده ظرف ده ظرف ده ظرف أنا عمر البيرنس وده ظرفي أكتبها لأنني حاسس أن الموت تقرب مني والناس كلها بتوصيب أملاك وفلوس بس أنا ما عدتش أملك أي حاجة من دود طول عمري محبيتش أزعى لحد فيك لكن دلوقتي أنا بعتذلك عن كل حاجة هتعرفوه عني بيعت الأرض منفترة آسف أني ضيعت حاجة زي دي وأسف أني خبيت حاجة كبيرة زي جوازي من عنايات وأحسين، ابني أمكن تكوني قابلتها يا حسين فعزائي أو دلوقتي عنايات طيبة جداً بيعيت أخذيها بذنبي بالعكس هتحبيها ونفسي العيال ما يزعلوش مني ويحبهم وكمان أخوهم حسيني أنا أوصيكم وأنا عارف أني ماليش حق أن أطلب منكم حاجة كان نفسي نكون كان لنا عائلة واحدة نحب بعض ونخف على بعض بس أنا بني دين ربنا دلوقتي ولو في حد حيعمل ده فهو أنتو وكان نفسي تكون الأيام تصالح نهي على علي أنا أدمان أني ما أخدتش خطوة أن يقرب له أنت يا علي أم الشبعي هو أخي طبعي أحسين لأكتر مني لكن أنت أول فرحتي هو حبيبي وابني اللي كان نفسي صحبه وانت أحسين جدع قلبك قبل نفسي بس ما تزعلش مني أني خبت عنك إخواتك أنا كنت مستني اللحظة المناسبة أنت كنت وأنا سي وابني الشاق اللي بحسه دايما مفرح قلبك وأنا متأكد أنك هتأخد بحس إخواتك وتحبوهم ويحبونك والسلام أمانا لحد من ألتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر